السلام عليكم انا عوثم العادل وده فيديو بديد من سلسلة فيديوهات اكسل tips and tricks. اكسل tips and tricks هو كورس انا صممته علشان نتناقش فيه عن كتير من الحيال والخدع في برنامج الاكسل اللي ممكن تساعد مستخدم الاكسل انهم يقدوا المهام عليه بشكل اسرع كتير من المعتاد وكمان بدقة اكبر. تحت الفيديو في الديسكريبشن هتلاقوا رابط في الكورس بالكامل. في الفيديو ده هنبدأ هنكمل فكرة الفلاش في اللي تناقشنا فيها في الفيديو اللي فات. هقول عليها امسلة اكتر كمان لانه في المرة اللي فاتت ما اخدش حقه يمكن بشكل كافي. المرة اللي فاتت تعرفنا انه ممكن لو عندي جدول زي اللي قدامي ده فيه full name. لو حبيت استخرج انا first name والfamily name من full name قبل كده كنا بنستخدم functions عشان قدر نعمل ده. لكن مع الفلاش فيل ممكن بوساطة اكتب الاسم الاول. ومعاديين enter او ctrl e علشان يبدأ يشوف ايه بالزبط اللي انا طبقته هنا اللي مرتبط بالعمود اللي قبله او حتى العميدة اللي موجودة في نفس الجدول. ويبدأ يطبقوا على نفس الخلايا اللي موجودة تحته. يعني هنا استخرج الاسم الاول من full name. اما الاسم التاني بدر enter ctrl e في الكيبورد هيبدأ يستخرج ال family name. العكس كمان صحيح. ال full name لو حبيت اجمع الاسمين قبل كده كنا بنستخدم functions اسمها يكون catenate مثلا او بجمعها عن طريق فورميلة بسيطة باستخدام ال ampersand او عنامة ال and. لكن حاليا ممكن اكتب الاسم بالكامل منا بدر enter بعدين ctrl e علشان هو يكمل نفس اللي انا طبقته فيه الخلية الاولى. طيب احنا شفنا المسالين دول في الفيديو الاول تحت شوية في عندي كمان مثال تاني على ارقام وحروف. يعني فيه مثلا product id. وانا محتاج اطلع الكود اللي هو adb. ومحتاج اطلع النمبر في خانات منفاصلة. هنلاحظنا ان الكود ممكن يكون اربع حروف والرقم ممكن يكون يعني عدد مختلف من ال digits من ارقام. فاللي انا هعمله ان انا هبدأ اكتب تحت الكود adb. ctrl enter وعين ctrl e. فيبدأ يستخرج كل الحروف. وبعدين هكتب هنا 105797 enter ctrl e علشان يستخرج كل الارقام. طيب مثال تاني كمان. دول اسماء الموظفين في الشركة. وده ال higher date. وانا حابب اعمل عملية حسابية على على سنة التعيين. مش تاريخ التعيين. يعني محتاج استخرج سنة التعيين من تاريخ التعيين. ودي ممكن ببساطة تتعامل. طبعا فيه functions ممكن تعمل ده. يعني اشياء بسيطة لاتنقش عنها في الفيديوهات اللي جاية. لكن ممكن ببساطة اكتب 2005 enter وبعدين ctrl e. فيبدأ يستخرج السنة من التاريخ التعيين. طيب مثال اخير. لو كان عندي شوية مشكلة في المساحة يعني في العرض الجدول. ومحتاج اختصر ال day بدل ما يتكتب الكامل Saturday. هكتب مثلا s a t enter وبعدين ctrl e. فيبدأ ياخد اول ثلاث حروف من كل يوم. دي امثلة كمان حاولت ان انا ازيد بها المعلومات شوية عن فكرة flash fill. بعضها مرتبط بالنصوص. بعضها مرتبط بالتاريخ. وبعضها مرتبط بالارقام اللي احنا بندخلها. طيب الفيديو ده انتهى. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو عجب الفيديو لايك. ولو حبيت شوف فيديوهات تانية ليه. اصبت قرابلو القناة.